السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس من كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي من أجلك يا جزائر على الصفحة 52 إذن نقرأ النس ثم نجيب على الأسئلة جلس حمدي يراقب أمه وهي تخيط شيئا ما إنه مستطيل كبير أبيض وأخضر قد ثبتت وسطه نجمة وهلال أحمران ثم قال ياه إنه علم الجزائر وهاهي والدته تمسكه بكل رقة وكأنه قطعة زجاج ثم تطويه بعناية ثائقة وتضعه في لفافة تدسها في مكان سري لا يعرفه سوى حمدي طبعا فلم يفته شيء مما قامت به والدته ما إن خرجت من الغرفة حتى أخذ اللفافة تحت ذراعه وخرج مسرعا إلى الشارع فنادته أمه قائلة لا تبتعد كثيرا يا حمدي واحذر فاليوم مظاهرات في الشوارع كان قد اقترب من الحي المزدحم بالناس فرأى شبابا وفتيات وأطفالا كلهم يحملون أعلاما بألوان حبيبة لنفس حمدي يتحدون المستعمر دون خوف أخرج حمدي أخرج حمدي ما في اللفافة وهو يحس بالسعادة والفخر أطلق العلم للريح وكأنه طائرة ورق حرة في الهواء أخيرا يرى حمدي العلم بين يديه يلمسه يضمه يقبله ويساعد جسمه الصغير على اختراق الصفوف فوجد نفسه في الصف الأول رافعا الراية مرددا تحيا الجزائر وتعالت الأصوات والزغاريد إثر فعلته أكثر وأكثر إذن هذا هو النص نقرأه لعدة مرات ثم نذهب إلى كلماتي الجديدة كلماتي الجديدة نبدأ بالكلمة الأولى بعناية فائقة أين وردت عناية فائقة ثم تطويه بعناية فائقة أي باهتمام كبير تدسها تخبئها اختراق الصفوف نفذ منها ومر أي أنه دخل بين الصفوف اخترقها ومر إلى وجهه التي يريدها إذن اختراق الصفوف نفذ منها ومر من خلالها المزدحم المملوء والمكتظ الفخر وهو الاعتزاز الآن قال ابحث عن أضضاد المفردات التالية في النص سجينة ضدها وهي حرة إذن سجينة ضدها حرة خشون ليون يجهله يجهله عكسها يعرفه ابتعد ضدها اقترب وما إن اقترب ابتعد ضدها هي اقترب الآن قال أفهم النص الشخصيات المذكورة في النص هل هي حقيقية أم خيالية الشخصيات المذكورة في النص وهي شخصيات حقيقية مفهون وقعت أحداث هذه القصة قبل الاستقلال أم بعد الاستقلال نجد هنا في النص يتحدون المستعمرة دون خوف أيذن الاستعمار موجود إذن هنا نقول قبل الاستقلال أي عند وجود الاستعمار إذن وقعت أحداث هذه القصة قبل الاستعمار وهنا أحداث أو الشخصيات المذكورة في النص هي شخصيات حقيقية أين جلس حمدي ماذا كان يفعل كيف عرف حمدي أن ما تخيطه أمه هو علم الجزائر الآن نجيب على هذه الأسيرة نعود إلى النص نجد جلس حمدي يراقب أمه إذن جلس حمدي بالقرب من أمه ماذا كان يفعل كان يراقبها وهي تخيط شيئا ما كيف عرف حمدي أن ما تخيطه أمه هو علم الجزائر عرف حمدي أن أمه تخيط علم الجزائر من شكله المستطيل وألوانه الثلاثة والنجمة والهلال ما هو شعور الأم وهي تخيط العلم شعور الأم وهي تخيط العلم وهو الافتخار والاعتزاز وأين وضعته بعدما خاطته أي العلم أين وضعت العلم بعدما خاطته إذن وضعت الأم العلم في لفافة ثم أخفته في مكان سري مما حذرت الأم ابنها قالت للأم لابنها لا تبتعد إذن حذرت الأم ابنها من الابتعاد عن المنزل هل رأته عندما أخذ اللفافة لا لم تره عندما أخذ اللفافة ما هي الألوان الحبيبة لنفس حمدي الألوان الحبيبة لنفس حمدي هي نفس ألوان العلم الوطني وهي الأبيض والأخضر والأحمر لماذا أحس حمدي بالسعادة والفخر أحس حمدي بالسعادة والفخر لأنه أخرج العلم الوطني في المظاهرات ما الذي زاد من حماسة حمدي؟ الشيء الذي زاد من حماسة حمدي هو رؤية العلم وضمه وتقبيله هذا هو شيء الذي زاد من حماسة حمدي أذكر الكلمات التي رددها حمدي الكلمات التي رددها حمدي وهي تحيا الجزائر تحيا الجزائر هذه العبارات التي رددها حمدي الآن يقول سؤال في أي زمن حدثت هذه القصة حدثت هذه القصة في زمن الاستعمار في زمن الاستعمار كيف عرفت ذلك؟ لأن هناك مظاهرات تطالبوا باستقلال الجزائر تخيل نهاية لهذه القصة كل تلميذ يتخيل ويكتب نهاية مثل ما يريد نكتب نهاية معينة إذن كان حمدي في مقدمة المظاهرات لماذا؟ لأنه اخترق الصفوف قلنا اخترق الصفوف وبدأ يقول تحيا الجزائر تحيا الجزائر هنا زادت الجماهير وزادت الزغاريت في الجماهير إذن نعيد كان حمدي في مقدمة المظاهرات يهتف تحيا الجزائر تحيا الجزائر حتى جاءت قوات الاحتلال وبدأت بإطلاق النار على المتظاهرين استشهد حمدي في سبيل الوطن والحرية رحم الله شهداءنا الأبرار إذن هذا هو النص دع من أجلك يا جزائر نزيد هذا المقطع الأخير من أثر لغتي الآن قال جد اسم الولاية المناسبة لكل عبارة إذن عروس الزيبان وهي بسكرة ولاية بسكرة تسمى عروس الزيبان مدينة وادي ميزاب وهي غردايا المدينة البيضاء وهي الجزائر العاصمة الناصرية وهي ولاية بجايا مدينة الجسور المعلقة الجسور المعلقة وهي ولاية قسنطينا المدينة البهية وهي وهران إلى هناك وخلاص معنا الفيديو تعنا لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة